السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم بطبخ امينة ام سليمان كنتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فاليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الحوت اللي يجي بحليلة مقلي فقط في الفرن بمكونات بسيطة سهل سهل جدا ويجي مقرمل وصحي كما كتعرفوا ما كيكونش بشرب لنا الزيت كذلك سنشارك معكم واحد القغاة ديال الوبرجين والبوم دوتر اللي يجي حتى هو رائع كيستحق بكل صراحة انكم جربوه ونشارك معكم ثالث حاجة وهي جوج ديال السلاطات اللي رافقتهم مع هذي الحوت ديالي السلاطة اسيوية وسلاطة مغربية ما نطولش عليكم كتر من هكا وما نشدكمش بزاف نخليكم مع طريقة تحضير في الفيديو وفرجة ممتعة اذا كنت اول مرة كتشفي قناة مطبخ امينة ام سليمان ما تنسيش تشاركي بالقناة وتفعلي الجرس باش توصلي بجامع الجديد من فيديوهات مطبخ امينة ام سليم اول حاجة غادي نديرو اللي غادي نشر من الحوت ديالي فغادي نوجد شرمولة اللي متكون من ملعقة ثغيرة من الملح نحاول من ديراش عمره بزاف لاني غادي ندير الحامض فالحوت كيبغي اكتر الحامض كيبغي الحامض يعني كتر من الملوحة غادي ندير كذلك ملعقة من الكوركم او الخرقوم ديال البلدي ديال العود غادي نحتاجو كذلك ملعقة نصف ملعقة عفوان من الابذار نحاولو ما نكترش بزاف الابذار لاني غادي ندير واحد شوية ديال اللي هريسة غادي نحتاجو ملعقة ملوحة جيدا صغيرة من البابريكا او الفلفل الحلو الاحمر الحلو فغادي نحتاجو كذلك ملعقة من القصبر يابس يكون مطحول كي اعطي صراحة واحد الماداق ليزوين بزاف للحوت وغادي نضيف تقريبا نصف ملعقة من الكورك من عفوان الكامون حتى اوه كي جينا مع الحوت زوين بزاف الكامون كي تقلينا الشرمولة ديال الحوت غادي ندير نصف ملعقة من الهريسة بالنسبة لهريسة كتبقى اختيارية وغادي نحتاج تقريبا ثلاثة ديال الدريسة ديال التوم محكوكي وغادي ندير ارباع تقريبا ارباع ثلاثة ديال ملاعقة كبار نحاول نكتر الرباع لانا عندي السرديل فغادي يحتاج لي ارباع بزايد لانو كنعمروه به غادي نحتاج كذلك نصف كأس من الحامض لي اعصرته عصير الحامض نصف كأس غادي نضيف شوية ديال ما باش هكا يتخلطوا للمكونات ديالي او العطرية ديالي ما غاديش ندير الزيت لان الزيت ما غاديش تخلي العطرية ديالي تدخليه مع الحوت فانا ما كنديرش الزيت نهائيا غير كي طيب بها الحوت فقط من بعد غادي ناخد الحوت ديالي غادي نبدأ بالسردين وغادي نحاول اني نمارينيهم زيان فهد فهد العطرية ديالي ونحاول ندخلي هذك الربيع من الوسط ونسدو حذاء لاختها ونحطوه جانبا حتى كنسالي كل شي هاد الحوت ديالي نبدأ ان شاء الله على بركة الله بسم الله فغادي ناخد الحوت ديالي ندوزوا بهذا الشكل هادا بشوية على يديكم لانك يكون واحد طالع واحد بحل الشوك فإلى جرته العكس ديال ديال دك الشوك غادي طلع ويدربكم ليديكم لايستر فغادي نستمر بنفس العملية حتى نكمل الحوت ديالي كامل كنحطوه جانبا فلاطة حدايا ماشي اللاطة اللي غندخلو فيها الفرن وإنما غيك نحطوه جانبا فأنا غادي نخليه تقريبا واحد من الساعة على ما نوجد هذك لما نوجد هذك القغاطة وعلا ما نوجد هذك السلطة ديالي عاد غادي نرجع ليه بش يكون تشرب العطرية مزيان مزيان عاد غادي نرجع ليه بش نقعدو فلاطة فغادي ندوز الحوت ديالي كامل بهذا الشكل بالنسبة للحوت الثاني فما غاديش يسالي ليه ما غاديش يبقى ليه العطرية بالنسبة للشطون فغادي نعود عطرية أخرى نفس العطرية غادي نعودها ليه فقط ما غاديش فيها أربع بش هكا ما يجينيش أربع على براء ديال الشطون ديالي وغادي حتى هو الماريني فيه وغادي نخليه هو في ذاك الماريناد حتى نسالي كل شي عاد غادي نرجع لي حتى هو مرة أخرى فبصراحة بصراحة ما تصدقيش باللي هذ الحوت هذا طيب في الفران كيجي زوين بزاف لكن بالنسبة للصحيحة ديالك راه صحي ورائع رائع جدا كيجي غزال ومقرمل مهم من هاد شي كامل وأنه كيجي مقرمل وصراحة ما ما قال راه استقطري الزيت لحي دي هادي من الزيت لخليه في شبك يستقطر لا تشي حاجة فصراحة مني كنقلي وكان وحلو حتى مني كنحطوه في التفصل فكيبقى في ذاك الزيت من الأحسن أنه ندير هاد الطريقة هادي ما فيها لا تعب لا روينا لا تشي حاجة كتقدي الحوت ديالك مزيان مزيان وكتدي لي فلاطة ديالك تدخليه للفرن حتى كيوجدوا كتحطيه في التبصل يعني طريقة سهلة سهلة مبسطة وصحية فغادي نخليهم جانبا حتى يتمارينه ودخلهم ديك للعطرية وغادي نتقل الدنجال ديالي باش نحضره ونصيب به القغاة نحاول نحي دلي هاد الريوس هادو ديالجناب الزائدة ومن بعد غادي نحاول نقطعه إلا كنت عندكم البنات ديك الحكاكة فممكن تدوزو فيها ويدا ما كانش عندكم فممكن تقطعه بهذا الشكل هذا يكون رقيق بحال يمدوزينه في الماندولين يعني نحاول ما أمكن أننا نقطعه هرقي ويكون كيدير بحال هاد الشكل هذا يعني مرخوف فمن بعد مسارية الكمية كاملة غادي نحاول نرشو بشوية ديال الملح بالنسبة لهذا المول أنا اللي درت فحتاجت فيه جوج ديال بنجالات تقريبا إلا بوتي تدري مول أكبر فممكن تدري كذلك إلا بوتي تزيدي القرعة وتزيدي الفلفلا فممكن حتى هي تشويها وتحيدي لها القشرة ديالها وحتى هي تدري فيها هاد الحشوة هادي وتتتحمرها في البانيني كذلك وتروليها كما غادي نرولي الوبرجين أو الدنجال ديالي فأنا درت الدنجال فقط لكن انتو ما إلا بغيتو تزيدوا القرعة كما قلت لكم من قبل والفلفلا فممكن زيدوا احتى هيك تجي رائعة عادي نستفد بنجال ديالي بهذا الشكل هذا خصو يتحمر لي مزيان مزيان وغادي نزيد علي شوية ديال الزيت من الفوق من بعد ما ضفت الزيت كذلك من تحت فأنا هنا ضفت الزيت البلدية أو الزيت الزيتون وغادي نصد عليها احتى يبلد طرخة وخرج منه ذاك المادي يالو يعني باش يكون محكوم من ينطويه ما يتهرف ليش يكون بهذا الشكل هذا فغادي نحيده ونعود نفس العملية بالنسبة البنجال اللي بقالي التاني عندي حتى نساليه كامل بصراحة هاد القغاطة هاد من ألد القغاطة اللي انا ضقت وكيجي زوين وكيما كتعرفو فبزاف ديالناس ما كيزعموش جوج ديال الفرماجات حتى الثلاثة ديال الفرماجات ربعات ديال الفرماجات لاسكيك كامل اختيارش حل ما بغيتي ديالفرماج غادي نضيف شوية ديالملح واحد شوية لانه سبق لنا من قبل وصلاقنا البطاطا با اسلقنا البطاطا با بعد الملح هاديندير كذلك شوية ديالบزاف بزعر. فانا هنيا قدرت شوية ديال ذاك الاربع اللي يابس او اللي مكرمه وطحناه. فغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان بصراحة يعطيه وما دا قدي زوين بزاف. بالنسبة اللي بغايت تزيلي اضيفل هاد مكونات ديالك الزيتون فما ممكن ديلي فانا قدرت هنا شوية ديال بصلا مشحرة مع شوية ديال الدجاج وكذلك شوية ديال مايز درتوه الاخير وشوية ديال الزيتون وزتوه على هاد البطاطة ديالي. فايلة بتتخلي البطاطة بوحدتها راكت جي في حتى هي رائعة. بالنسبة اللي بغايت تزيدي هاد المكونات هادو فممكن كذلك تزيديهم. من بعد غادي نحط البطاطة ديالي جانبا وغادي ناخد البنجال ديالي اللي مقطع شرائح واللي حمرته من قبل في البانيني او في آلة البانيني وغادي نبقى نخشيفيه الحشوة ونحاول اني انرولي. المول اللي غادي نستعمل لهاد القراطة فهو هادا. غادي نستعمل انا المول صغير. بالنسبة اللي بغايت تستعمليه المول الكبير فممكن الضاعفي الكيميه ديال هاد اللو بغجين وكذلك ديل الباطاتس. غادي ناخد الصلصه اللي حضرت معكم من قبل. غادي نخلي لكم الرابطة ديالها اسفل الفيديو اللي كنخدم بها اللي. غايت. وكذلي كنخدم بها البيزا. كنخدم بها اللي. اه كنحاول ندير بها هاي quedك الصلصة ديال اللي. كان ذوقها صراحة اه الطون فكتجي رائع بززاف. غادي نخلي لكم الرابطة ديلها اسفل الفيديو. بالنسبة الناس اللي ما كيعرفوش اسفل الفيديو او آآ الصندوق الوصف فبزاف ديال الناس ما كيعرفوش وكي سولوا عليه هديك غاد دخلي هديك الفلش اللي في الجنب ليمن ديال الفيديو التحت غاد تكريكي عليه غادي يطلع لك الرابط في الاسفل فهذاك هو صندوق الوصف فغادي نبدأ نعمر بهذا الشكل هذا اللوبرجين ديالي او الهذا مشات لي شنو الاسم ديالو او الدنجال وغادي نحطو في المو ديالي بهذا الشكل حتى نستفو كامل بهذا طريقة هادي إلا كنت غادي ندير القرعة والفلفلة فغادي ندير الدنجال قرعة فلفلة دنجال قرعة فلفلة باش هكا كي يجينا مزوق وزوين إلا كانت شي الدنجالة مقطعة لي بهذا الشكل فنحاول نضوب لها باش هكا نعاونها ماشي نضوب لها يعني لجوش وإنما نحطو حدا حدقتها باش تعاوني وما يطحليش الحشو ديالي او الحشو ديالي افوان غادي نستمر بنفس العملية حتى نعمر قاع هاد القرعة ديالي بكل صراحة بكل صراحة ماشي إذا ما كان شكر فيه وإنما رأه كي يجي وغزال 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 أنا شخصيا ما كنتش كان ناكل الدنجال لكن بعد ما درت هاد القرعة هادا وليت في مكان دير الحوت كان رافقو بهاد القرعة هادا ما بقيتش كنقلي نهائيا الدنجال لأنه كيجي من شرب الزيت كيجي من زيت بزاف كيدر المعدة فغادي ناخد السلصة ديالي مرة أخرى نحاول نديرها بهاد الشكل على الدنجال ديالي وغادي نرش الفرماج من الأحسن يكون الفرماج الأحمر لأنه إلا درت هي المزاريل ألا في هاد المرحلة هدي وباقي غادي طيب لينا الالقرعتان ديالنا فدك المزاريل كيتحرق لك لكن الفرماج العكس قابل باش نطيبوه فا كيبدأ يطيب مع الوبرجين ديالنا حتى كنخرجوه الي أبغينا نديره المزاريل فكنديروه من يلاه كنخرجوه من الفرن باش هكا كان كيدوب لينا وكيعطينا هداك التعليكة في القراتان ديالنا فغادي انتقل باش نوجد الحوت ديالي ندير واحد شوية ديال الزيت في المقلع وإذا كان عندكم الورق الفرن فماشي ضروري أنكم تديروا الزيت غادي تديروا ورق الفرن رغم ما غادي شي لسق لكم نهائيا بالنسبة للناس لي ما نتفرش عندهم ورق الفرن غادي تدهنوا فقط بشوية ديال الزيت فهنا أخدي تسميدة رقيقة كما ممكن كذلك توضعي غير الفينو لكن كامل الاختيار بالنسبة لي تسميدة رقيقة كتعطيه تايا واحد لواحد تقرميلا اللي زوينة بزاف غادي نحاول نمر فيها هاد السرد ديالي كامل بهذا الشكل بحالي لغا نقليه تماما وكنحطو فلطة ديالي وحدة حدقتها باش هاكا كلو يعني يضربو الصهد ديال الفرن ما نحطش وحدة علاقتها باش يتحمل لي كامل ويطيب لي كامل ويتقرمل كامل غادي نستمر بنفس العملية حتى نساني قاع هاد الحوت ديالي أو السرد ديالي ننتقل كذلك الشطون غادي ندليه نفس العملية غادي ندوزو في هاد السميدة هادي ونحطوه في اللطة ديالي باش ندخلو الفرن بالنسبة للفرن فاكيكون هاد المرحلة هادي الساخن على اقصى درجة مني كان بغي ندخليه اللطة ديالي فاكي نقصوه على ميتين درجة وكي نخليه حتى يتحمر ليا تماما من تحت ومن الفوق اللي ما عندوش الفرن ديال الكهرباء عندو الفرن غازي فغادي يخليه متوسط الحرارة يعني ما يكونش مجهد بزاف وما يكونش كذلك ناقص مشاعل من الفوق وملتت حتى يتحمر الحوت ديالكم يباليكم بذلك ياخد اللون وغادي تخرجوه وتقدموه لها الى ديالكم قبل ما كندخلو الفرن فكندخليه انا واحد شوية ديال زيت الزيتون ماشي زيت ناباتية وكندخلوه للفرن ديالي باش كيتحمر بالنسبة لزيت الزيتون فكتعاونو باش ياخد تحميره وكذلك تعطيه واحد نكهة اللي زوينة زوينة بزاف غادي ندخلو الفرن ديالي ونخليه حتي طيب تماما الى طيبتي قبل من الوقت فممكن نطفي عليه ودير عليه البابي اليمينيون باش هكا ما يقصح لك حتى تقربي تبغي تحطيه لعائلة ديالك وغادي تدخليه للفرن لتفغير واحد شوية وتخرجيه الى كنتي غادي تحطيه في البلاصة فغادي تخرجيه وتقدميه لعائلة ديالك بالصحة وراحة وغادي ندخلو باش نوزدو الزوج ديال السلطة ديالنا سلطة مغربية وسلطة اسيوية وغادي نبدو بالسلطة الاسيوية اولا اللي كتجي زوينة زوينة بزاف ورايها غادي نحتاجو فيها تقريبا واحد شوية ديال الفرن السلشينوى او الشعرية الصينية ديال الروز انا استعملت فغادي نحتاجو جزراء محكوكة وغادي نحتاجو تقريبا ثلاثة ديال كورني شوهات لي احتهم احكيناهم بالنسبة لهذه الثلطة الاسيوية كتبغي الحموضة كتجي زوينة بزاف انا درنا لها سيدخون فانا غادي ندير عاصر الحامض كما غادي تشوفوا معايا حاولت انني ندير تقريبا واحد الملعقة صغيرة او ملعقة كبيرة لكم لكم الاختيار يعني فهي كتبغي تجي محمضة انا درت هنا يا ملعقة كبيرة ديال عاصر الحامض شوية ديال الملح ما نكترش لانا ما كتبغيش الملوحة كدما كتبغي الحموضة اذا كان عندكم صلصة صوجة فغادي تديروها كتجي رائعة معها صراحة صلصة صوجة هي اللي كتتقنها فانا ما متفرش عندي ما درتهاش لكن هادي هي العملية او تقنية الصحيحة ديال هاد السلطة الاسيوية هندير كذلك القليل من الابزة غادي ندير واحد الحفينة ديال الماييس وغادي نزيد كذلك الربيع لي كيعطيها واحد الماداق زوين زوين بزاف نخلط المكونات ديالي مزيان كي ما قلت لكم اذا كانت عندكم صلصة صوجة الخفيفة فغادي تديرو ملعقة صغيرة واذا كانت عندكم تقيلة غادي تديرو تقريبا ربع ملعقة يعني راس ملعقة باش هاكا ما تديرو مش مجهده بزاف فقدمتها في الطبصل ديالي او في طبق التقديم اللي غادي نقدمو العائلة ديالي غادي نتقلو للسلطة المغربية فاخديت الخيار غادي نقطعو بهذا الشكل هذا لكن تما ممكن تقطعوه باي طريقة بغيتو ممكن تقطعوه نصف دائري او دوميروندل ممكن تقطعوه دائري لي على الشكل اللي قطعتو اعنايا وغادي نحطو بهذا الشكل كسبقة طريقة التقديم اختيارية فغادي نحطو بهذا الشكل هذا غادي ناخد الطماطم ديالي كذلك غادي نحاول نقطعها نصف دائري من بعد ما اخويتها من الزريعة ما تكونش فيها الزريعة ديالها باش هكا ما تمياش لنا الصلطة ديالنا غادي نوزعها بهذا الشكل هذا وغادي نوضع لها الميس فحتى هي بالنسبة لتقديم اختيارية فانا ما درتش لها العطرية غادي نرش عليها فقط القليل من الخل من الفق وغادي نزيدها بزيتونة والميس والربع في الاخير كيكون هذا هو الشكل ديال السلطة ديالي وكذلك الشكل ديال الغديوة ديالي السهلة والبسيطة مع شرف كتل حوت ديالي اللي صحي كي طيب في الفرن كنتم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم تشاركوه مع اصدقاء ديالكم خليتكم على خير نتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة